نكمل أخبارنا انتحال لأفريكي الكورت كده من النهاردة أعلن يوم الحد مشاركة النادي الأهلي والزمالك من مصر في دورة أبطال أفريكا ودي الأمور اتقفلت خلاص فيها وبرامدز وفيوتشار بكون فيدراليا عشانتوا عارفين حالة الجدل اللي كنا عايشين فيها الفترة الماضية بيرامدز كان متمسك بفكرة أنه يشارك في دورة أبطال أفريكا النهاردة كيف حسب الأمور وقال لك الأهلي والزمالك في دورة أبطال وبرامدز وفيوتشر في الكونفيدرالية بحسب الموقع الرسمي الكاف تقرأ إعفاء النادي الأهلي وبرامدز من الدور التمهيدي في دورة أبطال أفريقيا وفي الكونفيدرالية الأفريقية إذا مالكوا فيوتشر هلعبوا الدور التمهيدي في نقطة في نقطة لو لو لكم الستة عندية اللي تم إعفاءهم من الدور التمهيدي بدورة أبطال أفريقيا عشان أكلمكم عن النقطة دي الاهلي الوداد التراجي الرجاء وصندوند ومازنبي نصيحتي انه دي الزمالك روح اقدم شكوى دلوقتي ليه؟ انه تصنيف الزمالك ومازنبي واحد وهم اختروا مازنبي انه هو هيتم يعفاهم من الدور التميدي والزمالك يلعب دور التميدي ليه؟ لما بقول شكوى عشان عايزة اعرف ليه يعني الزمالك مش شرط يعني يكسب من الشكوى دي عشان غالبها مش هيتغير الكهارات دي بس بصراحة شديدة يعني الكاف ده متقيل معانا الكاف ده متقيل معانا مع كرة مصرية بشكل عين فرق ومنتخبات فما عدهاش كده وخلاص عرفني ليه؟ انا مش عايز اكتر من الناس اعرف ليه عشان لو ساوا منطقي خلاص لو ساوا مش منطقي لا ازعل واجب الناس تزعل عشان كفاية دلوقتي الزمالك ومازنبي في تصنيف واحد نقاطهم واحدة في التصنيف يعني فالزمالك كان ممكن هو اللي ملعبش الدور التمهيد في كلام انه مازنبي كان اخر بطولة هو الافضل فممكن عشان كده هو اللي ملعبش الدور التمهيد وزي ما كيلعب دور التمهيد انت بتعمل تصنيف تراكمي فما تعملهاش من دماغي يعني ما تخترقش حاجة عشان مازنبي يبقى برة الصورة في الدور التمهيد وارد يكون فيه سبب منطقة انا معرفوش لسه ندور ونشوف بس الزمالك الاول ياخد خطواته واحنا في ظهره خد خطواتك ونقولك انت صحنا من دلوقتي بقولك ان الزمالك صح لو خد الخطوة دي الدور التمهيدي اللي هيلعبه نادي الزمالك في دورة عبطال الافريقيا يكون المباراة الاولى من 9 ال11 سبتمبر ومباراة العودة من 16 ال18 سبتمبر الدور التمهيدي التاني هيكون الزهاب من 7 ال9 اكتوبر العودة من 14 ال16 من نفس الشهر